إزاي عرف نفسي عشان أعرف أخطار اللي هيعاشرني حياتي كلها اللي هقضي معه عمري كله إزاي عرف نفسي عشان أبقى مبسوطة وسعيدة حتى لو من غير راجل في حياتي يعني أنا مرتبطتش مأنا برضو لازم أعرف نفسي عشان أعرف أبقى مبسوطة وسعيدة وبعاش حياتي وأنا راضية كريمان ندخل على طولة على الطريق طريق السفر اللي هو الوصول إلى النفس أيوان عملت إيه بقى تابس كده بسرعة بصي أول حاجة هي أن احنا بنعرف أنت نقط قوتك فين إيه الحاجات اللي انت شاطرة فيها الحاجات اللي انت باي ديفولت كده عرفتي تعمليها نجحتي فيها في حياتك وما كنتيش قوي متعلميها عارفوا الحاجات دي بتفرق قوي وبنمتدي بقى نخش في رحلة عمق رهيبة أفهم إيه قيمك يعني من الأسئلة مثلا بسألها وتضيفي البروغرام زعادة ده بصي ده حاجة إكسكلوزيف ليكي أيوة إكسكلوزيف ليكي زي خطاب كده فكرتيني بالفيلم كان اسمه ايه يا عمر يعني بيعزوهم بكلمتين حلوين بالضبط يا ست ميرفت هم فكرينهم بايه افتكرته كان الفيلم بتعمين كان أيوة افتكرت إكسلارج بتاع أحمد حلمي نجم الجميع ده حاجة في الفاكرة كان في العزة كان كاتب لها ورقة حلوة بالضبط هي الورقة دي فالسؤال هنا تحبي ناس تفتكرك بايه يعني عارفة ده من الأسئلة القوية جدا اللي بتخلي الشخص يبتدي فعلا يتطش قيمه الحقيقة وقيمه هو ما أسعى لتحقيقه في حياتي الحالة التي أسعى لتحقيقها في حياتي يعني أنت عادتي مع نفسك وقلتي أنا يعني بعد عمر طويل لما أتوفى الناس هتفتكرني بايه؟ أنا عايزة الناس تفتكرني بايه إيه ده وفرقت معاك الحكة دي؟ طبعا طبعا وبتفرق يعني خلي بايك أنا دلوقتي في بيرنامج فانتي إيه؟ يعني بس لما بتخشي معينا بقى في البروجرم بتاعنا في المود وبتبتدي تتفكري فعلا اللي هو هو أنا أصلا بعمل كل أنا بعمله ده ليه؟ ده أنا طول النهار لولادي أرفاهم بكرة لما موت هتعرفوا إمتي بكرة لما بقاش موجودة هتشوفوا إيه هتحصل لكم طبعا بحقيقة بحقيقة على فكرة ما هو بيزد على أنت بتعملي إيه مع ولادك تتوقعي هيفتكروكي لما يجوا يفتكرو إيمان هيقولوا إيمان كات إيه؟ أتمنى أن هم يفتكروك إيمان بإيه؟ عارفة؟ ده يفرق في التصرفات سددها غير الأتيتيود بتاعي لأن هم هيفتكرو فيه حاجات بتتكسر في البيت هيفتكرو حاجات إيه؟ هيفتكرو حاجات إيه؟ عيدوني يعني موسي يقولك الحمد لله البيت بقى هادي مش حاجات بتتكسر في البيت طيب دي نقطة دائما أحب أهزر دي نقطة أحلى حاجة فيك إنك حقيقية ده اللي احنا بنستعليه على فكرة في رحلة أني أكتشف نفسي هي رحلة أن أنا أعيش على حقيقتي بجد لأنه أكتر المشاعر اللي بتبقى مكبوتة جوانا هي محاولة إخفاء حقيقتي صح محاولة إخفاء أنا مين عشان أتقبل من المجتمع اللي حوالي صح فأول ما ببتدي أعرفني وبتصالح مع نفسي ببين على حقيقتي ببقى مرتاحة ببقى مرتاحة مع أي حاجة هتحصل حتى لما القرار بتغذيه وإنتي عارفة أنه القرار غلط بتعطي تتحكي صح أنا اللي عملت في نفسي كده على فكرة حاش عمل فيه كده حي فيوم ما هيجي حد يقولك انت خدت القرار غلط هتعطي تتحكي أوه تعالي قولك بقى أنا عملتها ازاي لا ده مؤلم تعالي قولك أنا تفننت في الغلط ازاي ازاي منطقته اه قولهم ده مصر كلها قالوا لي بلاش أنا عيش التجربة بنفسي بنفسي فلما تقعي تتحكي هيبقى الموضوع طبيعي ان احنا بنزعل بس الموضوع بجد هيبقى كوميدي بس هيبقى في نقطة هنا مهمة قوي حصلت اتعلمت الدرس لانه خلي بالك احنا بنقع في غلطة مهمة قوي لما بنيجي نغلط بنقول ايه هو عمل فيه والكوكب عمل فيه وعشان كذا احنا ملايكة ده غير قابل للتغيير انا عملتش حاجة ما هو ده مشكلة لان ده غير قابل للتغيير انا هنا ما بقتش متحكمة في حياتي تماما خلاص هو الكوكب هو اللي بيعمل انا ما بيعلمش اه تسدى بنقع في المطب ده لان خلينا بجد ندخل تاني في العمق بنقع في المطب ده انا كست مسلا لما فعلا بختار غلط وبيحصل لي مشكلة زمان غير دلوقتي يعني زمان كنت عادة اتحكي عن نفسي اقول لها ليه ما هو كده انا لا انا عملت كويس زي اللي امتح انا عملت كويس وزكرت لكن دلوقتي بقيت اقول ايه لا مع انا برضو انا متعلمتش يعني ايه هو انت متعلمتيش بقى يعني ما ينفعش تبدي عطاء قوي ما ينفعش مع يعني بتاديت احط بقى ايه ما ينفعش كنت عمل كذا ما ينفعش كنت عمل كذا للموقف عشان افهم ايه اللي ممكن يتعامل بشكل مختلف فلو انا بقابل كل مرة نفس الشخص بنفس العداد بنفس المنظر يبقى في حاجة غلط يبقى انا بعمل حاجة باجزب بيها هذا النوع من الاشخاص ايه بقى اللي انا بعمله ساعات كتيرة قوي ببقى حطة ماسكة معين عشان المجتمع اللي حولها يتقبلني بس الماسكة ده بيجزب شخص ومش ده الحقيقة اللي جواه لنا عايزاه هو الشخص بتاع الماسك اللي جاي بالزبط جاي عشان الماسك ده عشان الماسك ده بس ده مش انا فابتدي تفجأ في النص انه لا هو مش نافع طب واسيبه وقابل حد تاني نفس القصة طب شلت الماسكة وبقيت على حقيقتي بس هيجيلي بقى اللي شبهي اه بس قبل ما يجيلي اللي شبهي وانا ماشية هيبتدي يقع مني ناس كتيرة قوي ده علامة صحية عشان الناس بتبانك يقولك انا صحيح ليه تخسر اللي حولي لا لا ده علامة صحية جدا ده بنسميه ساتر ربنا ده ربنا كده بيحميني لانه بيعمل ايه انا صدقت نفسي وتحركت بيقين بيكون بقى ساعات فيه عشرة وساعات فيه ناس عرفها تلاقيهم اتغيروا معلش هنزعل عليهم بس الحقيقي هو انتي فطول ما انتي بترجاعي تقفي مع نفسك وترجاعي توصلي للحقيقي اللي في قلبك وتبتيت اخذي خطوات له قدام هتلاقي بقى اللي شبهك قدام هتلاقي الشخص ده